منطقة شرق الأوسط حماس الفلسطيني على إسرائيل هجوم غير قواعد اللعبة بين الجانبين لتتعاهد تل أبيب بالقضاء على حماس في قطاع غزة ولم تكتفي بذلك فقط بل وجهت بوصلتها نحو الشمال وبدأت باغتيالات متتالية لقادة حزب الله اللبناني وبنيته التحتية في عموم لبنان وفي جنوبه بشكل خاص الحرب هذه المستمرة حتى كتابة هذه السطور توسع مداها وتأثيرها لتدخل دول أخرى على الخط كإيران التي استهدفت إسرائيل بصواريخ باليستية ردا على مقتل قادة في الحرس الثوري وهو ما زاد التكهنات بدخول المنطقة حربا إقليمية يتخوف منها الجميع كل ما سبق جعل من سوريا ساحة للتجاذبات فتحالف الحكومة السورية مع حزب الله وإيران وضعها في قلب العاصفة إلا أن نأي دمشق بنفسها عن الحرب الدائرة منذ أكثر من عام حمل عدة تساؤلات حول مدى حقيقة مصطلح وحدة الساحات الذي يتغنى به كل من ينتمي لما يسمى محور المقاومة ابتعاد الحكومة السورية عن مساعدة حزب الله في حربه مع إسرائيل فسر من قبل مراقبين على أنه نتيجة ضغط روسي لتقليص النفوذ الإيراني على الحكومة وتفرد موسكو المطلق في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية وربما رغبة حكومية في إخراج إيران من الساحة السورية خالية الوفاض أرضاء للعرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى إقليم شمال وشرق سوريا هو الآخر ليس بمنأة عما يحدث في محيطه الجغرافي والجيو سياسي فهو يواجه هجمات وتهديدات تركية في كل حين إلى جانب مخططات من الحكومة السورية لضرب استقراره في كل مناسبة وبدون مناسبة حساسية الملفات الساخنة في المنطقة وضعت سوريا وكذلك إقليم شمال وشرق سوريا على مفترق طرق وفي كل طريق هناك الكثير من التحديات والمصاعب التي يجب مواجهتها قبل الوصول إلى خط النهاية والخلاص بأقل الأضرار الممكنة فمع تعدد اللاعبين في الساحة السورية تزداد صعوبة النجاة فتركيا في الشمال تحتل أراضي سورية وتسعى لاحتلال المزيد أما إسرائيل فالسماء السورية باتت مباحة لها لضرب مواقع تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران التي بدورها تتغلغل في مفاصل القرار في الحكومة السورية ولها اليد الطولة في البلاد وفق مراقبين أما أمريكا وروسيا فلهما حساباتهما المنفصلة والمتقاطعة مع الدول آنفة الذكر والكل يسعى لنيل الحصة الأكبر من الكعكة السورية التي وضعت على طاولة التدويل منذ عام 2011 وباتت سوريا كذلك ورقة تفاوض من بين مجموعة أوراق تمتلكها الدول المتدخلة في الأزمة السورية تستعملها حين الحاجة وتضاعها في الظل أحيانا أخرى وهو ما لا يروق للسوريين الراغبين بالإنعتاق بالنير الحرب التي فتكت ببلادهم ودمرتها منذ أكثر من عقد من الزمن